الإسلام إسلامان الإسلام الأول إسلام يثربي من مدينة يثرب والإسلام الثاني هو إسلام عباسي الميزة بينهما أن الأول انقرض تماما ولم يعد بالإمكان العودة إليه أو حتى استعادته أما الثاني فهو الذي بقي بيننا حتى يومنا هذا وعني الإسلام العباسي عن هذا الموضوع سأتحدث معكم في هذا اليوم السلام عليكم نعم الإسلام إسلامان إسلام أول هو إسلام يثربي راشدي شبه أموي أما الإسلام الثاني فهو إسلام عباسي بامتياز وهذا الإسلام هو الذي نجح في أن يشكل ما نسميه الآن إسلام ويمتلك من هذا الدين بسببه إسما واضحا هو الدين الإسلامي وأيضا علوما واضحة ومميزة ويدرسها الطلبة في مؤسسات دينية راسخة المعالي عريقة في أعمالها وفي أصولها وأركانها وعلومها فهذا الأمر لم يكن متوفرا في زمن الإسلام اليثربي حول هذا الموضوع راح أوضح بعض النقاط أولا أن هناك دلائل على القراض الإسلام الأول وهي وجود الحديث وتصحيحه وأيضا وجود أسباب النزول هذه العلوم بأكمله محاولة لتأسيس دين جديد واضح المعالم في الفترة العباسية لم يكن هناك شيء يسمى التفسير بالمعنى الذي نعرفه في العصر العباسي ولا الوجود لعلماء حديث لديهم منهج دقيق وناجح ومؤتمد من قبل الآخرين الكتب الحديث ظهرت بمنتصف القرن الثاني الثالث وبعد فترة جرى الاعتراب بها لم يحدث الاعتراب بها بين يوم وليلة كما نتوقع الآن نحن نحاول أن نستعيد ما نعرفه الآن ونسقطه على ما تقدم أي أننا نسقط المتأخر على المتقدم وبعد ذلك أنه أجي التفكير فهذا الأمر غير صحيح أيضاً عدما نتسأل لماذا وجد الحديث وظهرت علوم الحديث العبارة الأدق علوم الحديث ظهرت في فترة العباسية لأنه تريد أن تشكل دينا هو هذه القضية الدين بحاجة إلى أن يكون أو ليس الدين منظومة الحكم والجماعات البشرية التي انضوت تحت ظل الخلافة العباسية كانت بحاجة إلى أن تؤسس ديناً أو قائدة أجيولوجية لكي يفهم الإنسان على الأقل الواعي في ذلك الزمن نفسه وموقفه من العالم ومن الأشياء ومن كل شيء ومن تاريخه من شخصيته من اختلافاته مع الآخرين فبدأ يؤسس لذاته وصنع بعد ذلك ذاته بطريقة التي نعرفها وهي هذه الطريقة تمخذت عن ولادة لغة عربية لغة عربية رصينة لها علومها ولها نحوها وصرفها وقواعدها وأشعارها وكتبها البلاغية والنقدية وهذه كلها ترسخت وتوضحت خاصة في نهاية العصر الأموي بظهور الخليلي الفراهيدي وبعد ذلك جماعة البصرة علماء وأدباء وكتاب البصرة ومن بينهم أيضا المؤتزلة هؤلاء جميعا شكلوا ثورة فكرية استطاعت بعد ذلك أن تؤسس ما نسميه الحضارة الإسلامية بالنسبة لبسألة للقراض حتى لا أتشتت أقول بأن القراض الإسلام الأول كان حدثا حتميا لم يحدث صدفة بل أيضا حدث عمدا وهذا الأمر كانت مسألة لا بد منها لأن الإسلام الأول الذي قرضه أو تم قرضه عمدا هذا الإسلام لم يكن صالحا لأن يستمر بطريقة نفسها وسبب منطقي لأنه الرسول عندما ظهر كان بحاجة لأن يؤسس سلطته ويحكم الآخرين وكما يقول رزقي تحت سيفي تحت رمحي وهذه العملية أدت نتائجها بطريقة باهرة واستطاع بعد ذلك أن يصبح الحاكم الأوحد على الجزيرة العربية واليمن وعمان أيضا والبحرين وهذا حسب ما نقلته لنا الروايات الإسلامية هذا الأمر جعل بعد ذلك من الطريقة من الاقتداء بالرسول في هذا العلبي هذا الصدد أمرا غير ممكن يعني ما ممكن أنت الآن استلمت السلطة وأصبحت صاحب دين ورسالة وتستلهم سيد هذه الرسالة ورسول هذه الرسالة وصاحبها هذا تستلهم ما تقتدي به تقتدي به كيف هنا المشكلة المعضلة الكبيرة أنت أصبحت حاكم الأوحد في هذه ربع المساحة المعروفة في ذلك الزمان أو نصفها فكيف لك أن تسمح بعد ذلك بالغزو والسلب والنهب والقطع الطرق كما فعل الرسول في بداية تأسيس حكمه وسلطته هذا الأمر غير ممكن فبالتالي أنت مجبر على أن لا تسمح بعودة أو الاقتداء بالطريقة التي بدأ بها الإسلام المبكر هذه المشكلة حاول الأشعار أو الشافئ وعديد من رجال الدين أو رجال الفقه والأمن المبكرين مثل ابن مالك و مالك وأيضا شي اسمه أبو حنيفة حاولوا أن يرتقوا هذه الأمور ويصنعوا يؤسسوا دينا وأبو حنيفة ابتكر علم الفقه و طبعا لاقى اعتراض شديد يعتبر هذا علما بدعة غير مرغوبة لكن بعد مع الوقت أصبح كل من يعترض عليه هو صاحب البدعة لكن هكذا دعم العلوم الديني عندما تظهر البداية يجري اعتراض عليها وعندما يجدون أن لها نفعا تعود بالنفع على الدين نفسه ورجال الدين يصفقون لها ويرحبون ويقدمون لها المباردات والأحاديث التي تدعم هذا الأمر هذا أدى بالنتيجة لأن هؤلاء الأئمة والشيوخ والفقهاء والمحدثين والمؤرخين كانوا بحاجة لأن يغيرون القصة كلها يعني هذا طبعا كما قلت لم يكن هناك خيار آخر أمامهم كان الخيار الوحيد أمامهم هو الكذب والدجل وتزييف الحقائق واختلاقها واختلاق أسباب النزول وهذا كله بالمناسبة لم يكن أمرا معيبا بالنسبة لهم يعني تزييف الحقائق بالنسبة لجميع الناس في ذلك الزمان من كبارهم إلى زرارهم أمرا عاديا بل مطلوبا لأن المسألة عندما نتحدث منطق الحقيقة والحقائق الآن هذا منطق معاصر يجب أن لا نسقطه على المنطق الذي يتعامل به الناس في ذلك الزمان لم يكن شاغل الناس في يوم من أيام الحقيقة وما زالت الأغنبية طبعا لا تنشغل الناس بالحقيقة والواقع إنما ينشغلون بما هو في صالحهم وبالتالي هم ينساقون وراء مصالحهم دون أن يشعروا وتجد الناس تكذب بسهولة لكن لا يعرفون أن الأمر فيه كذب بل لا يفطنون الموضوع أصلا وهذا للكثير من المثقفين ومفكرين الذي لا يفهمونه وأنه يمارس حياته بشكل طبيعي والحياة هي جزء من الكذب المستمر المتواصل لكن هذا لا يعني أنه يعني الكذب المفضوع أو الكذب عندما يشعر بأنه أحدهم بالغ في كذبه ودجله أو يعني تفضيله لنفسه وإنحيازه لنفسه ولجماعته أو لكل من يحب ويتعاطف معه عندما يكتشف البعض يتراجع ويشعر يعني يستعيد وعيه ويراقب ما فعله أدى ذلك أما أن يعترف أو يتراجع أو ينكر ويقول يبرر أكاذب ودعاءاته والذي يساعد الجميع في هذا الحال على الكذب والاستمرار في كذب أن الدماغ هو جهاز آلة آلة متخصصة في في تزييف الحقيقة وعقلنتها ومنطقتها بطريقة أو بأخرى فهو جهاز منطقي متخصص في في تزييف الحقيقة أو ترتيقها وجعلها تبدو منطقية جدا ومقنعة للجميع من ميزات الدين اليثر بي هو أن الدين لم يكن دين مكتمل فلا فقه فيه ولا أركان ولا شريعة ولا حتى دين ولا تفسير ولا لغة ولا أي شيء كان دينا بصراحة دينا بدائيا لم ينتبه أحد لإمكانية تحقيق هذا الدين بشكل راسخ الذي نعرفه في العصر العباسي هذا العمل كان له الفضل فيه حسب الروايات التي وصلتنا لنباهة عمر قال لنجمع صحف الرسول وأبو بكر رفض هذا الأمر وقال لن أفعل شيء لما أفعله الرسول وعندي حلقة بهذا الموضوع أثبتت به بأن الرسول لم يكن مهتم بالموضوع وهذه المسألة ليست فيها إساءة هذا التاريخ هو التاريخ المنقول الموجود فممكن واحد يراجع الحلقة ويشوف الإثباتات التي قدمتها فعدما بعد ذلك اقتنع أبو بكر وقال لا بأس نجمع القرآن وأخذ المصحف من حفصة أو ما أذكر تفاصيل قبل سنة نشرت التفاصيل كان محفوظ الحفصة وهنا لك مشكلة أنه كان عائشة وربما الإمام علي أخذها ورجع وبعد ذلك قالوا هنا لك مصحف فاطمة وظهر بعد ذلك أن مصحف فاطمة هو مصادر الرسول أو المخطوطات التي تركها الرسول في بيته في بيت عائشة عند وفاتها عند وفاته في بيتها فهذه المسألة الدعوة العمر هي التي فتحت الباب وبدأت القصة بسببها هي التي صنعت ما نسميه لنا قرآن في وقتها لم يكن لنا شيء اسمه قرآن واحتاروا في تسميته فقالوا مصحف أخذوا تسمية وكلمة مصحف هي كلمة حبشية واستعيرت من الحبشة من لغة الحبشية وبعد ذلك استعانوا بكلمة قرآن اللي هي كلمة سريانية قريانة كلمة معروفة يعني أما القرآن بالمعنى القرآني عندما يذكر القرآن فالمعنى بها أنه الذي يقرأ يعني عملية القراءة عندما الفور ليزن بالهولندي عندنا في الإنجليز يعني عندما تتلو أو تقرأ الشيء فهو تقولك اقرأ أو قرآن تعالى نقرأ فماذا المعنى القرآن بس لكن تستخدم للنصوص المقدسة أو نصوص الصلوات والعبادات الدينية هاي الحلقة اللي أنا تحدثت عنها أنه القرآن أن الرسول لم يجمع كتاب القرآن هاي أثبتت بأنه الرسول لم يكن يخطر بباله أن يجمع القرآن وهذا يكفي لكي نوضع أنه إذا لم يكن هناك قرآن المجتمعا كتابا من الصفحة الأولى للصفحة الأخيرة فكيف كان يمكن أن يكون هناك دين بدون وجود القرآن يعني هاي مسألة هناك رسالة ممكن نقول صحيح أنا لا أن في وجود بدور الإسلام في زمن الرسول وأن هذا كانت خامة موجودة لكن لا نستطيع أن نقول كان هناك دينا عندما يستخدم الرسول كريم الدين فالها معاني مختلفة عن معاني التي نفهم بها كلمة الدين الآن الدين بالمناسبة ليس الرليجن يعني لا يمكن أن تترجم كلمة الرليجن اللاتينية اللي هي أصلها لاتيني إنجليزية لكن أصلها لاتيني رليخيو أو شيء من هذا القبيل هذه كانت تعني شيء آخر مختلف تماما عن معنى الدين الذي نعرفه ونحن لسنا ما زلنا لا نمتلك دينا بالمعنى الذي معنى الرليجن هذا الدين الذي ندنا حتى كلمة الدين عندما نجي نمتحنها لن نجد أنها تتطابق مع كلمة الدين التي التي نتداولها بالحقيقة الإسلام هو إسلام ليس دينا فلكن هذه المسألة بها تفاصيل كثيرة الآن لستوا في معرض بحثها فالرسول لم يكن هناك لديه كتاب ولم يكن لديه قرآن وينزل لديه وحي هذا الكلام الأدق إنه الرسول كان لديه وحي هذا الإسلام وجده الرسول هو إسلام اللي يثري بالنبوي المحمدي الإلهي وهذا الدليل إنه الرسول لم يفعل هذا الشيء وإلا لماذا لم يفعلها فلا يؤقل أن يأتي رسول بكتاب ولا يترك نسخة بموثقة منهم طبعا هناك حاجة كثيرة لعدم جمع الكتاب بزمن الرسول والكثيرون يعني يتبعون الكلام الشاء لأنهم أنا أعذرهم لأنهم مسألة حساسة ولا يردون عن إثارتها والذين لا يعرفون الموضوع يتغافلونه أو يشككون به لأنه يعني يعيد النظر في ما يؤمنون به وهم ليسوا على استعداد لمناقشة هذا الأمر وأنا أعذرهم في كل حال من الأحوال لأن المسألة كبيرة جدا وليس كل إنسان على استعداد لمواجهة حقائق من هذا النوع وهذا يجب أن نقدر هذه المسألة هكذا بدأت بدأت الأمور من خلال فكرة طرحها عمر بن خطاب وطبعا نحن نعرف دائما بالتاريخ دائما تبدأ الأمور بشكل بسيط لكن سرعان ما تتضح خطورة هذه المسألة يعني هذا الحدث العمري أو من العمر بن خطاب كان يبدو لم يكن مهما لكنه قدم فجأة ناس جاهز لطائفة كبيرة من الناس كان بصراحة نوع من الحل السحري لمنطقة كانت تبحث عن هوية ما عن تجمع حول نقطة مرجعية ثقافية فكرية ومن خلال تستطيع تستلهم يعني أفكار تأسيسية آيديولوجية تفهم تفهم بها ذاتها والآخر ومنطقتها يعني محيطها الاجتماعي والإنساني كان في ذلك الزمان الجميع يبدو تاهين عندما نتابع ذلك المناطق كانت مناطق تروج بالحروب والعدم الاستقرار ولا تبحث عن هوية ما هناك عشرات الطواف عشرات المذاهب يعني قلاق لا أول لها والآخر من اليمن إلى فارس يعني زمن ظهور رسول حتى وفاته حروب بين الروم والفرس يعني عشر السنين الفرس يشتاحون كل شيء يصلون إلى مصر ويحتلون ويحتلون حتى مصر وبعدها بعشر سنوات يأتي هرقل يعني قيسر بيزنطة وكان فاتح عظيم وعسكري قائد عسكري فطحل استطاع الانتصار وهزيمة الفرس وعادت السيطرة على القدس ولاحق الفرس حتى وصل إلى عاصمتهم في المدان أو لا مكان آخر داخل الإيران فوصل لهناك وبعد ذلك صار الصلح ورجعت فتخيلوا هذا الشخص يجي بعد ذلك مجموعة من العرب الفاتحين يهزمون في معركة كبيرة هذا الشيء لا يدخل في العقل لكن معموما هذا الإسلام القديم هو الذي كان يتسم بالطابع الحربي العنيف الذي لا يمتلك لا يمتلك رغبة بالدعوة الناس إلى الإسلام وإلى الدين الجديد لأنه أصلا لم يكن لديه الدين جديد هو لديه مجموعة نصوص موجودة فكر خليفة عمر بجمعها ورسول كان أيضا هذا لا ينفيه رسالة الرسول الرسالة الشيء والدين شيء آخر مختلف لا نخلط بين الاثنين هذا أمر لابد أن ننتبه له جيدا وطبعا نتلافه ولا نفكر به جيدا لكن يجب أن نفكر في هذا الموضوع فبالتالي أدى ما اقترع أو بادر عمر بخنطاب وقال بأن نجمع الكتاب بدأت المعالم هذا الحدث تنتشر بين الجميع وفجأة وجدوا مع الوقت خاصة في خلافة عثمان وجدوا بأن هذا النص هو نوع يوفر نوع من المرساة التي يجتمع حولها الجميع ووجدوا بأن هذا النص هو بإمكان أن يفسر لهم كل شيء ويعطيهم كل الحلول هذا الإحساس كان يخرج الناس من حالة التي كانوا فيها طبعا وليس هذا لا يعود لأن ما في الكتاب هو أمر مهم لا بالعكس ما زال الكتاب غير مقرؤ لحد الآن بدليل الكل يترتل هو يسوي حمليات حفظ وانتهى الموضوع ولا أحد يجرى على النقاش اللي يقول لك هو لا يعلم عمره إلا الله يعني حديث بن عباس أنه هناك ما هو معلومه ولكن لا يعلم تأويله إلا الله هذه حلقة عن تفسير القرآن وخدعة تفسير القرآن ممكن تراجعها أيضا فبالتالي الكتاب ليس لأنه مهم لأنه لم يكون علي غيرها هي ببساطة هو هذا ما قل هذا الكتاب الوعيد لهذه الشعوب بأكملها يعني عبر التاريخ لم يكن لهذه الشعوب أي كتاب عدا الناجيل التي كتبت باللغة الإغريقية ولم تكتب بالأرامية إلا بشكل يعني يعني لم يكن منتشرا كان باللغة الإغريقية وحتى التوراة في اللحظة الأولى كتبت باللغة اللغة اليولانية الإغريقية وبطلب طلب من حاكم روما فالمرة الأولى بالتاريخ تاريخ هاي الشعوب اللي يسميها الأعراب أو الأغراب الذين هم لا ليسوا محسوبين على الإمبراطوريات ذلك الزمان والدول الكبرى في ذلك الزمان أو القوة الكبرى هؤلاء الأغراب أو الأعراب بالتعبير القرآني أو الذين سموا بالعرب بعد ذلك هؤلاء لو أول مرة يشعرون بأن لديهم شيء يجتمعون حوله أو أكبر من القبيلة والعشيرة والجماعة والانتماء الطائفي أو الانتماء البيولوجي العشائري وطبعا هنا النقطة الثامنة اللي أريد أحب أذكرها هذه الشعوب كانت بالملاسبة لم تكن قبائل يعني أحنا الآن نسميها قبائل ونقول أنه كانت قبائل متصارعة لم يكن هذا الأمر إلى هذا الحد وما يعني لما تجي مجموعة من القبائل هي منطقة كاملة منطقة ربيعة مثلا هاي هاي شبه دولة يعني يعني لا تستطيع أن تقول أنها قبائل لا يمكن صيامة متقاربة يعني هل يؤقل أنها كلهم من جد واحد هذا أمر غير ما أقول لأنه ربع الأراق مثلا جنوب الأراق منطقة بكر بنوائل وهكذا هاي مناطق شاسعة لا يمكن أن تقتنها مجموعة من نسل واحد فبالتالي هاي لم تكن قبائل كانت جماعات كبيرة وأغلبهم يوجدون في قرى قرى يعني منظمة أو مدن أو أقاليم صغيرة وهذه من أطلعت أن مدن أو أقاليم مثل الحيرة تدمور البتراء مدان صالح وغيرها النقطة التاسعة التي أقولها بأنه لم يكن أحد يعرف شيئا عن الدين يعني حتى الفترة الأموية صار حديث عن الدين وبعد ذلك ظهرت الجهمية والجبرية وما إلى ذلك هؤلاء جميعا غيران الدمشقي وغيرهم هؤلاء جميعا يعني ما عندهم فكر عني كانوا يحاولون أن يبحثون ويجدون معنى لهذا الدين ووجدوا نص قرآني لكن لا يعرفون كيف يتصرفون معهم ولم يكن هناك حتى ربما وسيل لتفاهم معهم لأن اللغة التي كتبها في القرآن أغلبها لغة فيها غموض ولم يكن بالإمكان الآن أن يتحدث أراقب الفصحة يفهمه الجزائري أو المغربي لم يكن هذا الترف موجودا اللغة كانت لغة مناطقية ربما اختلاف باللهجة لا تفهم الآخر فليس بهذه السورة كان بالإمكان فهم هذا النص لكن هذا النص أصبع هو استقطب كل شيء وجعلوا منه هو المرجعية الأساسية لكل شيء وليفهم كل شيء وبالتالي ظهرت العلوم ليس لأن العلوم من خلال واقع الحياة لا من خلال النص القرآني الذي هو النص السلطة النص المعتمد من قبل السلطة الحاكمة وهذا هو اللي حد ما نقول كل العلوم العربية العلوم الأدب الدينية علوم الدين كلها نابعة من هذا القرآن مرجعية الدين هو القرآن والسنة في الحقيقة هو ما كغيرها يعني ليست يعني كان ما هم اكتشفوا أو وجدوا الحل وأن هذا هو الكتاب الوحيد وما كغير أصلا ولم يكن لك خيار آخر لأن يستنبطوا منه علوم الواقع علوم اللغة يعني لم يذهبوا إلى العشائر لكي يعرفوا اللغة العربية من خلالهم لا هم ذهبوا هناك لكي يفهموا القرآن وعين المرجعية تبقى للقرآن هو المأيار وليس الآخرين فبالتالي هذا كان خيار سليم بالمناسبة لن يكون هناك خطأ في الموضوع لأنك أنت تذهب إلى الجنوب تجد قبيلة تتحدث بلهجة مختلفة عن القبيلة التي إلى الشمال منك فبالتالي أنت لن تجد حلا سوى أن تلجأ إلى هذا النص وهو ولا يوجد نص آخر غيره يعني هو النص الوحيد الذي احتكر المشهد المعرفي بأكمله ولا يمكن هناك نص موازن له إلا النص التوراة الإنجلي وهذا النصان في لغة مختلفة لا يمكن أن تعترف بها السلطة الحاكمة العباسية خاصة هذا النقطة أقول أنه بالتالي هذا أدى لأن الجميع لا يعرفون شيئا عن الدين يعني حتى الأحاديث النبوية التي لو دققتم فيها لدرجرة جمعها في نهاية العهد الأول للدولة العباسية لو دققتم فيها راح تشوفون ما راح شون بها فلسفة ولا فكر عميق أغلبها أحكام أو إرشادات أخلاقية عن التصرف السليم والمقبول إلهيا أو رسوليا ما أحث على الطاعة والامتثال يعني الصلاة بطريقة معينة أحكام الزنا أحكام الطلاق لأنها عوادث يومية كانت موجودة لكن لا توجد هناك منظومة أخلاقية أو منظومة قانونية أو فلسفة قانونية لكل ما يجري بل أنها فكرة وجود فلسفة أو منظومة أخلاقية غير موجودة أصلا ضمن الدين اليثربي بل أن هذا الدين نفس الذي يزعمون بأنه هو هذا الأصول التي يجب أن نعود لها هذا لا يوجد حتى أي تفسير لنصف سقراني لا توجد خطف جمعة أيضا بحيث تعرف ما هو يعني الأفق الفكري للرسول الرسول لحد الآن نحن لا نفهم شخصيته يعني صحيحنا البعض ينكر وجود الرسول أو لا يوجد لدليل لا يوجد دليل على وجود الرسول لكن الأصعب من هذا أنه لا نعرف شخصية الرسول القصص التي أتتنا الآن عندما تقرأ سورة يوسف مثلا أو السور الأخرى أو حتى لما قضى منها زيد وطرا هناك بيحث تقول أنه هذه الآية ما لها علاقة لا يوجد شيء اسم زيد وزيد هو يوسف نفسه هو يوسف النبي يوسف هو قصة وراتية ما لها علاقة وطرا لا تعني المتعة يعني حتى هذه الآية نكتشف بعد ذلك أنه ألفت قصة زواج الرسول من زينب بتجحش على هذا الأساس على أساس أنه قرأوا الآية وبعد ذلك اختلقوا القصة وعندما تجد دقيق فيها تجد بأنه هناك حسب البحوث الحديثة خاصة من قبل صديقي سر مدرشاد عندي حلقة راح أطلح عاول هذا الموضوع قال بأنه لما قل زيد المنهائية لها علاقة بالنص التوراتي واحد ثلاثة أربعة هو بحث مالت الخاص به هذا لا أنا لا أجزم بأنه على صح على صحيح كلامه لكن أيضا لا نستطيع أن نجزم بأنه من نقل لنا القصة أو أسباب النزول هو أيضا صحيح فعلينا أن يعني نكون منصفين في هذا الأمر فبالتالي فبالتالي فماذا يفعل ابن العصر العباسي الذي يريد أن يؤسس قاعدة أيديولوجية عقائدية للسلطة العباسية الحاكمة فليس أمامه سواء يعوض هذا النقص ويختلق كثير من الأحاديث وقدر المستطاع وأيضا نجد بعض الأحاديث فيها حكمة وفيها حتى لغة فلسفية عميقة جدا تقرب من لغة جمهورة فلاطون وما إلى ذلك هذا الشيء لا يؤقل أن يكون في زمن الرسول في مدينة مثل يثرب وحتى هؤلاء الذين ظهروا في العصر العباسي حاولوا أن يلفقون هذه الحاديث أيضا لم تنجح العملية بشكل جيد لأنه من نقل إليهم هذه الحاديث هو أيضا كان يفتقر إلى أن يمتلك عقلا منطقيا جيدا لكي يختلق بشكل منطقي ودقيق ما يختلق هذا أيضا لم يكن متوفر حتى نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسي بعد ذلك ظهرت اللجأ للفلسفة ونانية وطلعوا على الفلسفة ونانية فبدت تظهر شخصيات لديها قدرة ومران عقرية وجدلي دقيقين بعد الفاصلة سأقول أتحدث أن قرض وانقراض الإسلام يثرب كان عمرا حتبيا وأن هذا الإسلام ضاع تماما منا ولا يمكن أن نستعيده أبدا فكما قلت بأن انقراض الإسلام اليثربي أمر لم يكن لم يكن من الممكن عدم حصوله هذا الإسلام كما قلت ضاع تماما ولا يمكن استعادته لأنه تم إخفاء كل المعالم الخاصة به ولم يسمح أحد بإبقاء شيئا منه بدليل نحن لا نجد الآن أي قطبة من قطب الرسول لا نجد أي نص من نصوص القرآن في زمن الرسول الذي يفترض بأنه جمع هذا الكتاب الذي جاء من أجله هذا كل دليل على أن هذا الإسلام انقرض تماما لا يوجد دليل أكبر من هذا نحن نحاول نؤول الأمور ويقول تم نقل شفاها بين نقل الأمور شفاها بين الجميع وأنه هناك عمليات بحث دقيقة وعلوم كاملة يعني علوم الرجال كما يسمونها جرح والتعديل وهذا حديث دقيق وحديث صحيح وما لذلك هاي كل لا يشفع للأمور لأن النقل شيء مختلف تماما أنت لماذا تنقل هو كتاب ونعزل من السماء ومحفوظ أين هو وريني أنت تقول وليس أنا فبالتالي هذا التناقض الواضح بالموضوع يكفي أن يكون دليلا أنت تقول هناك كتاب موجود وأرسله الله أين هو هو الكتاب نفسه منقول يعني عندما تجي تدقق في الأمور حسب عندي أكثر من حلقة عن التفسير وعن أن الرسول لم يكتب القرآن أو لم يجمعه فلن تجد هذا النص وهذا النص تم نقله مثل ما نقلت الأحاديث فأغلب الناس لا تعرف هذه الحقيقة لا تعرف أن القرآن نفسه تم نقله مثل ما تم نقل الأحاديث شفاها من فم إلى فم وهذا الأمر يجب أن ندركه سيقول لك لا هو كان محفوظ في صدور الرجال وإلا لو كان محفوظ في صدور الرجال لماذا أحرق عثمان عشرات مئات المصاحف وأبقى مصحفا واحدا ولو كان محفوظا فماذا لا حاجة لجمع القرآن أصلا فلماذا الآن لدينا آلاف يعني الأطفال عمره عشر سين يحفظ القرآن فلماذا يحرق القرآن ويفرض نسخته ويمنع أي شخص يقرأ القرآن بغير هذه النسخة إذن النسخة هي بكتوبة التي كتبت هذه نفسها أيضا ضعت فمن أضعها إذن هذا دليل آخر على انقراض الإسلام اليثربي طبعا هذا أيضا من جهة أخرى هذا الكلام ينسف يعني أو هذا الحقائق ليس كلامه لكن أنا قراءتي للمشهد هذه وقد أكون مخطأ أنا أحتاج إلى أقدم أدلة كثيرة جدا لكنني هذه نتيجة قراءاتي ومطلعاتي من يريد أن يتحقق بنفسه من دعاءاتي عليه أن يذهب بنفسه ويقرأ جوجل موجود والمراجع موجودة وهي متاحة للجميع لا حاجة لأنني أذكر مصادر وما إلى ذلك يعني الذي يعرف ومطلع جيدا يعرف ماذا أقول هذا طبعا من جهة أخرى كما قلت هذا ينسف الدعاء الأصولين بوجود بوجوب العودة للأصول فأنا أسألهم أين هي الأصول أنتم تتوهمون وجود أصول وفقا لطريقة تحقيق غير الألمية أو غير الدقيقة التي قام بها رجال العصر العباسي هؤلاء جمعوا الأحاديث وما لذلك قالوا هو هذا الأصل الوحي الثاني بعد القرآن أحاديث الرسول جعلها وحيا وأنا أعذرهم لأنه ما كانت خيار آخر غير هذا لأنه كيف لهم أن يؤسسون دينا أنت تريد أن تأسس دينا أن تجعل دينك هو الدين الصحي وكان من حقهم أن يؤيدون ويتعصبون لدينهم لأنهم لم يكن لديهم خيار آخر حولهم أقوام يعني لم يكن الإسلام منتشرا بالصور التي نتصورها حتى في العصر العباسي إلى حد 400 500 ميلادي هجري أغلب أكثر من 50% من الشعوب المنطقة هم مسيحيين فالأمر لم يكن وأكو 10% من أديان أخرى مانويين على مزكيين على زرادشتين على أشكال متعددة من الأديان ومناطق مخطوعة وغير متواصلة مع بعضها فهذا كل يأكد بأنه المسألة كانت بصعوبة يعني ليست مسألة سائلة وكانت تحدي كبير أمام هؤلاء الفقهاء أن يؤسسون دينا جديدا وبرعاية الدولة أيضا طبعا بعد ذلك وأصبح خلاف برأيي أنه هناك صراع كبير جدا بين الفقهاء وبين الدولة العباسية أو خلفاء الدولة العباسية وانتصروا الفقهاء بعدها بسبب تأسيس المدين حقيقي متكامل وهذا سبب حرصهم الشديد عليها وصراعاتهم الكبيرة ولم يكن الأمر سهلا لكن فرضوا اسمهم وواقعهم على الجميع وعلى الحكام والخلفاء وجعلوا الدين جزء أساسي جزء المحرك للخلافة بأكملها بل هي كلمة الخلافة لم يكن لها هذا الوقع الذي نفهمه الآن والذي يفهمه ابن العصر العباسي الغريب وين أنه ترجع تشوف أن ابن حنبل مثلا احتج على هذا التشويه للإسلام الصحيح كما يرى وقال بأنه علينا أن نعود للنصص كما هي بدون تفسير وبعد ذلك يعني أو تلاميذ أو المتأثرين بمنهجه تواصلت خاصة مع ابن تيميه وهناك أيضا بن حزم لديه شيء من هذا القبيل هذا الالتزام النصي الشديد الحروفي الذي لا يقبل تأويل ولا تفسير ولا أي شيء أنه يأخذ الأمور كما هي ويقول أن الإله هو مجس يعني يعني شعب أمرد يعني تبرون بين عقيدتين عقيدة الأساسية الماتريدية والأشعارية والعقيدة السلفية الوهابية حاليا وهؤلاء يتبنون عقيدة التجسيم وذلك يتبنون عقيدة التنزيه هذه الأشياء كلها لم تكن موجودة في عصر الإسلام اليثربي فعلينا أن ننتبه إلى الفرق بين النوعي الإسلام وسأتوسع مستقبلا في دراسات مستفيضة حول هذا الموضوع أنا الآن مجرد أقدم الأفكار الأساسية وسأتحقق منها بعد ذلك بدقة الأمر المهم الذي أريد أقوله أن الإسلام الثاني أي الإسلام العباسي هذا الإسلام أعتبره شخصيا يعني إسلام انقلب على الإسلام اليثربي أو الإسلام المحمدي وهذا الإسلام هو الذي الآن يحظى بالتقبل والدعم السلطوي من قبل سلطنات الشعوب العربية سلطنات الجمهورية منها الجمهورية منها أو الملك كيف كلها سلطنات مهما كانت تسميات لكن كلها سلطنات هي ماشية على نمط الدولة الأثمانية نحن ما زلنا تحت سلطة الدولة الأثمانية لكن بقيادة حكام عرب وهذا وصف أنا لا أريد أن أدخل في عالم السياسة ولا ألي علاقة بيه لكنني أنا أصف ما هو موجود وهذا موجود هو بفعل الشعوب العربية وليس بفعل الحكام الحكام هم يعني إفراز من إفرازات الثقافة العربية لهذه الشعوب أو الثقافة الشعبية لهذه الجماعات المتفرقة بطول بلدان الإسلامية العربية وعرضها الآن السؤال الأخير الذي أحب ذكره بأن أقول ما هي أبرز مميزات هذا الإسلام الثاني إسلام العباسي سأتكر بعضها وبعد ذلك يتوسع بها أكثر أبرز مميزات هذا الإسلام العباسي أنه بنى منظومة حكايات أغلبها ملفق والمشكلة أنه أصبحت هذه الحكايات والروايات والسرديات صارت تحولت إلى جزء راسخ من الذهن العربي الإسلامي ولا يمكن التخلص منهم مهما حاولنا وهذا جزء الذي يؤكد القراض الإسلام اليثربي أيضا هذا الإسلام العباسي اخترع علوم جديدة كليا من نصوص متناثرة وبدل فقهاء ومفكري هذا الإسلام العباسي جهد هائل حتى تمكنوا من وضع تواريخ منها تاريخ الطبري واليعقوبي وغيره والمسعودي وها أيضا الحاديث الصحاحة السبعة أو الستة هؤلاء وهناك صحاحة كثيرة جدا ومساند مسند مسند ماء يعني مسند بن حنبل وغيره المهم هؤلاء هذي كلها علوم كثيرة جدا بعد ذلك جال عشعري ووراء الشافعي شافعي قبل الأشعري وهؤلاء جميعا هم الذين جعلوا شيء اسم الدين الإسلامي دين متكامل متكامل ورصين وفيه أصول وفيه أركان وهاي كلها كلمات الغلاع علاقة لها بأصول فقه وأركان دين هاي أشياء مصطلحات هو الرسول نفسه عندما تقول الآن ما هو عندما يسمع كلمة أركان الدين يستغرب ما معنى أركان الدين لا في زمن الإسلام اليثربي ولا وجود لفقه ولا أكو كلمة فقه لكنها لا تعني أصول علوم الفقه وأصول علوم الفقه وأيضا أصول العقيدة وغيرها حتى كلمة عقيدة لا توجد فهي كلها مستجدات التي وضعها الإسلام العباسي أيضا هذا الإسلام العباسي هو الذي وضع أسباب النزول ليس من خلال الروايات الأحداث المنقولة عبر يعني سلسلة الرجال منذ الذين الصحاب الرسول وستمعوا له لا بل هي من النصوص نفسها أن الحديث التي جرست باطها وستخرجت منها أسباب النزول كما ذكرت في بداية الحلقة هي التي أسس بعد ذلك من أخترعت أخترعت أسباب النزول على أساسها هذا طبعا أنا أشوف حل عملي لأنه ما لم يكن لك حل آخر غير أنه يؤسسون دين ناس يردون يسوون دين وتؤمن به الناس وهذا العمل جرى أيضا حتى جميع الأديان الشمولية المسيحية خاصة حتى اليهود في فترة القرن الأول والثاني أصبح هناك دين يهودي متكامل و و و واضح المعالم و شخصيته واضحة و حدود الفاصلة بين الأديان الأخرى أصبحت واضحة جدا وهذا الذي لم يكن واضحا زمن الدين اليثربي لكن الدين العباسي بدأت هذه الأمور واضحة جدا إسلام العباسي أيضا من ميزاته أيضا أنه إسلام عنيف ضمنا وليس علنا ضد المختلفين ولكن أيضا هو أكثر انضباطا وعناية بأدبياته وأصوله وأيضا أكثر قدر على عدم المساس بأسسه المعنوية المعرفية النصية البقدسة أيضا توفرت لهذا الإسلام العباسي قدرات حجاجية عالية المستوى لدى القائمين عليه ولكن هذا الشيء لم يكن التوفر للدين اليتربي نادرا ما تجد أحدا من الخلفاء أو الصحابة لديه معرفة بالدين وتفاصيله ما عدا الإمام علي وأيضا هذا الأمر هناك شكوك كبيرة عليه لأنه رجل أيضا من أين يعطيه يعني أنا أجد أنه هناك كانت حاجة لأن يكون هناك ند للسلطة هذه الحاجة اخترحها أيضا الفقهاء العباسي وهؤلاء جعلوا من الإمام علي ندا أو ستارة للمناهضة الدولة والخلفاء في زمنهم وجعلوا من الإمام علي وألفوا كل هذه القصص لكي يكون درع علي واقيا لهم وباعتبار أنه له سابقته في الدين والإسلام شكرا جزيلا وآسف على طاله وتمنى أسمع عراءكم مع السلامة اشتركوا في القناة